بين توني زهرة بالبرلمان وبين توني زهرة المقاتل وين بتشوف حالك اكتر اذا بدك بالحقيقة لك نايب ولك مقاتل اخذت حق لانه بعد ما وصلت لا للي اتالت كرماله ولا للي نضطت سياسيا كرماله عم نرجع لورا ما وصلنا للدولة اللي احلمنا فيها لوقت الاقتلنا تندافع لاش النضال النضال العسكري ما وصلك انك تكون نايب بالبرلمان لشك لم يتم اختياري من رفائي لو ما تاريخي اللي بيرضيه وبيرضيني انا وبفتخر فيه ومستعد ترجع تلبس البدليه اذا اضطر الامر طبعا حتى بوجه ولاد بلدك كيف بيضطر الامر لما الدولة اللبنانية بمؤسساتها العسكرية والامنية بتقلي انا مش قادر يدافع عنك بدي دافع عن حالك بوجه اي معتدي من الداخل او الخارج مثل ما حصل سنة 75 بعد فيكن اليوم اتدافعوا عن حالكن بيظل عدم التوازن العسكري اللي حاصل بالبلد لاش كان في توازن عسكري سنة 75 ما كان في توازن ما بيننا وبين منظمات الفلسطينية والقوات المشتركة اكيد لا اكيد لا انتي عمرك ما بيسمح تعرف اسأل اللي اكبر منك بلشنا بشفوطة الصيد وهنك شو كان معن؟ هنك كان معن كل انواع الاسلحة وكان معترف بقوتهم وكانوا اخدين اتفاق للقاهرة سنة 69 وعندهم مناطق مسيطرين عليها باذا مش باعتراف رسمي لكل المواقع بسقوط ضمنه من الدولة اللبنانية وسلطاتها